ظاهرة غريبة تفاقمت في الفترة الأخيرة ألا وهي ظاهرة التحرش بالفتيات والتي باتت تؤرق العائلة العراقية بسبب وقوف الشباب في الأسواق العامة وأمام مدارس البنات المتحرشون اختاروا الأماكن العامة والمزدحمة وذلك لسهولة تبرير فعلتهم أو لربما للهرب بسرعة وبحسب البعض انتشار هذه الظاهرة جاء لعدة أسباب من ضمنها قلة الوعي الثقافي والاجتماعي وقلة فرص العمل وتكاليف الزواج الباهظة بالإضافة إلى دخول التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والموبايل والله ظاهرة غير صحية مثل ما يقال وظاهرة غير ثقافية وظاهرة يؤسف إلها على الشباب أن يعي ظاهرة التحرش أن هذه ظاهرة غير ثقافية عطال البطال يشور مقضي يفتر بالسوق ويتحرش بالعالم وبالنساء وبالهاي فلول عالم مثلا هسيقوا عدوية أبو أمو يحجنوا يا يقولوا بابو قعيد لا تطلع لسهو هالشي هاي هاي ما يصير بس هي تعكس الظاهر على الأب والأوم سالسة حالياً الشباب والبنات بديتعلمون من مصدر مموثوق اللي هو الأنترنت والمسلسلات والأفلام ولذلك قد تطلع عندنا هاي التشوهات بالمجتمع وتطلع عندنا هاي العادات والتقاليد المحلواتين يعني الأهل أنا خمعوا في البنية والولد بديهم الانترنت اليل كله ونهار كله غير يعني أباوعهم أشوفهم أراقبهم ما أقدر أمنعهم ما تمنعهم ما تقدر بس يعني علاقة لشوية واحد يتابعهم أما البعض الآخر فألقى باللائمة على الطرف الآخر فطريقة انتقاء الملابس والإفراط الزائد بوضع مستحضرات التجميل لربما وبحسب أرائهم هي أحد الأسباب التي تدفع بالشباب إلى القيام بمثل هذه التصرفات احنا منذب لهم على الولد احنا نحكي بتربيتنا البناتنا بتصرفاتهم بتربيتهم بالبيت اللي شنو دايشوفون ما دايشوفون من يطلعون شي يسمعون من صديقاتهم من أصدقائهم من هذا يعني عندك الكل ياد نشوف أشكال يعني البنية هي ذا تتحرش في الولد ونرجع ونقول كل من هو تربيتها وكل من هو تربيتها اللوم مو بس على الشواب اللوم على البنات يعني الشاب يجوز يعني ما علي حجاية أو ياخذ راحتها ولكن البنية سمعتها مهمة جدا فلازم تكون هي محافظة حتى تتجنب هذا الشيء وبنفس الوقت تقضع على هذه الظاهر السلبية الموجودة وبحسب استبيان أجرته عدة منظمات فإن نسبة 77% من النساء العراقيات قد تعرضنا للتحرش بينهن 57% تعرضنا لتحرش لفظي و20% لتحرش جسدي أما الباقي فقد تعرضنا للتحرش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيما كانت النسبة الغالبة للنساء التي تعرضنا للتحرش من الموظفات والطالبات ترجمة نانسي قنقر